اشتركوا في القناة بيقى فيه تغيرات مناخية كثيرة جدا بتؤثر سلبا على هذه الزراعات هنتكلم النهاردة عن تأثير تغيرات مناخية ونعرف ممكن يكون التعامل ازاي مع بعض الزراعات تحديدا فيه توقيتات كمان الشتاء والزراعات الموجودة في فصل الشتاء لان دي بتبقى اكثر الاوقات اللي فيه تغيرات مناخية كثيرة جدا من الامطار من الرياح وايضا الرطوبة في الصباح الباكر هنعرف ده النهاردة منضيفي الكريم اللي بيشرفني معانا أستاذ دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس بحوث المعمل المركزي للمناخ الزراعية قلبيكا دكتور صباح خييفا طبعا دكتور التغيرات المناخية أصبحت من المشكلات اللي بتتصدر قائمة المشكلات اللي بتواجه الزراعات مش بس في مصر ولكن في العديد من الدول ولكن خليلا نتكلم بما أننا طبعا بيههمنا جدا قطاع الزراع في مصر نتكلم عن الأثار اللي حصلت دلوقتي بين التغيرات المناخية على المزروعات والإصابات اللي ممكن تكون حصلة أو المشكلات اللي ممكن تكون قائمة زيه تمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد دكتور صباح الحضرك بتصيري موضوع مهم جدا هو التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي حضرتك احنا قبل ما ندخل في موضوع التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي احنا منطرح لنفسنا سؤال مين بيتحكم في مين احنا اللي بنتحكم في المناخ ولا المناخ اللي بتحكم فينا عشان نعرف نجاوب على الناس ونعرف نتكلم معهم في ظل التغيرات المناخية دي وإيه اللي يحصل للمزارع والمزروعات بتاعته في المستقبل احنا قلنا قبل كده أكتر من مرة فأكثر من لقاء أن التغيرات المناخية دي ظاهرة عالمية تأثير عالمية محدود التأثير بتأثر على احنا أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية المناخ بتاعنا اللي هو كان مناخ إقليم البحر المتوسط اللي كان مستقر لا اتغير خالص احنا أكثر هشاشة أو أكثر القطاعات هشاشة اللي هو القطاع الزراعي يعني هشاشة ضعفت سريع التأثر سريع التأثر نتيجة التغير في المناخ التغير في المناخ ده عبارة عن عندنا حاجة كانت ساكنة طبعية الإنسان تدخل الدول الصناعية الكبيرة الصين أمريكا روسيا مش بتوقف صناعتها بالتالي درجة الحرارة ارتفعت عن المألوف احنا دلوقتي بنتكلم في واحد ونص درجة ارتفاع كمتوسط عام في المناخ عشان بس نفرق برضو واحد ونص درجة يا دكتور مش هيقصر لا ده يقصر كتير جدا ليه لأنه مناخ اللي هو المتوسط العام لفترة زمنية طويلة لما نقول واحد ونص درجة ارتفاع توابعه كتير جدا على القطاع الزراعي القطاع الزراعي لما نقول ارتفاع 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 حرارة ده معناه في الاول خالص كمنظومة ان احنا عندنا ارتفاع فتاية حرارة يليه ذوابان للسليج يليه ارتفاع مستوى سطح البحر يليه تملح مياه العزبة ويليه تملح التربة كل دي تأثيرات وقع او اكثر حاجة اللي هيتأثر بها القطاع الزراعي طيب احنا بنقول مين يسوق مين احنا عندنا المناخ ده ظاهرة ربانية احنا مش يعني مش احنا اللي بنسوقها لكن احنا نقدر السهم رايح جاي احنا نقدر نتعامل مين يسوق مين في الوقت مين اللي يتحكم في مين في الوقت المناسب احنا عندنا لما نجي دايما نجي نتكلم بنقول ارتفاعات المناخية من اول حاجة بتأثر عليها اللي هو التأثير على مواعد الزراع مواعد الزراع احنا كان عندنا جدول ثابت موجود في الكتب بتاعتنا كلها زراعية مواعد زراعة محاصيل الصيفية كذا الروز كذا القطن اللوبيا الطماطم مش عارف ايه جدول ثابت كذلك المحاصيل الشتوية طيب هل الجدول ده في الزمن اللي احنا فيه ده يمشي معانا جواب مرة واحدة كده قول فصل ما ينفعش ليه لان الجو تغير الحرارة زحزحت ما ينفعش النهاردة اجي اقول لك ازرع محصول زي القمح كنا بنقول في اخر شهر تسعة في اول اكتوبر لا دلوقتي 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 حرارة مرتفعة الناس اللي بتزرع محاصيل زي محاصيل الخضر البطاطس اللي كنا بنزرع في العروة الصيفية بتاعتنا العروة الخارفية اللي بنزرع في شهر تسعة مش عارف ايه لا الحرارة اصدت كتير جدا احنا مش بنراعي ابدا في دراساتنا وابحاثنا او شغلنا او الناس مش بنحط في دماغها في عامل مؤسر جدا اسمه درجة حرارة التربة ربنا خالق لكل نبات او كل كائن حي درجة حرارة المسلة درجة حرارة المسلة دي لو انت تخططيها هو ليه احنا ما نعرفش نعيش في مثلا في سيباريا او في الصومال احنا ربنا خلقنا في الجو ده فاحنا عايشين في الجو ده لنا حدودنا لذلك الناس اللي هناك منخرة او الانف بتاعتها كبيرة شوية عشان الاكسوجين مش عارف ايه ربنا عمل لنا مواصفات قياسية نعرف نعيش بيها تتماشى مع طبيعة الجو تتماشى مع الجو اللي أنا عايش فيه اللي أنا عايش فيه فالنهاردة لما انا اعمل جدوى الزراعي ثابت لا سوري ما ينفعش احنا لازم نعمل جدوى الزراعي لمعيد الزراع بناء على المسجدات المناخية لذلك النهاردة اي مشروع زراعي جديد كنا زمان مقتصرين على دراسة الجدوى المشروع ده هيكسبني ولا يخصرني ده فيه مياه في الارض ولا مش فيه مياه ده فيه ملح ولا مش ملح دول شوية الحاجات اللي كنا بنسأل عليهم لا دلوقتي بقولك اعمل دراسة جدوى مناخية انت هتروع تزرع مثلا محصول زيتون او اي محصول مثلا في الفرفرة او في الواد الجديد او او اقولك لا تعالا ما تروعش هناك ليه هناك حاجة اسمها البخرة انت هعالي النبات ده مش هينفع هيديك محصول ورقي ومحصول كبير ولكن مش هيدي سمار وقت التزيير درجة الحرارة مش هتسمح ان يحصل عقد فبالتالي انا بقعد اصرف الافات الجنيهات على حاجة مش هستفد بيها غير مجدئة فانا انا لازم انا احط في دماغ دلوقتي جو تغير اشتغل مع مين يتحكم في مين انا النهاردة لما اجا تكلم بقى واقول او اقول للناس احنا نعمل ايه لا خلي بالك احنا لازم يبقى عندنا فكر ووعي ان المناخ تغير ولازم اتعامل مع المستجدات الحديثة التي طرأت على الصحة الزراعية طيب دكتور لو كده هنتكلم عن اخطر التغيرات المناخية او اهم التغيرات المناخية اللي اصبحت بتمثل خطورة كبيرة على الانتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة وتحديدا في التوقيت الحالي على سبيل المثال حضرتك المخاطر كتير جدا على قطاع الزراعي لذلك انا بقول يما نجي نعمل خريطة زراعية او سياسة صنفية بقول اول حاجة خلي بالك فيه عندي حاجة مهمة جدا توقيت الزراع نفسه معاد الزراع صحيح انت النهاردة لو رحت زراعت في معاد درجة حرارة مرتفعة ودرجة حرارة التربة بالتالي مرتفعة هناخد وقت لإما يحصل النبات لم يحدث له انبات او نتيجة الحرارة مع كمية الميا او رطوبة اللي موجودة في التربة الدرانات او البزور تعفن فبالتالي او يحدث مفيش دورة النمو او دورة الحياة بتاعت النبات مش هتكتمل فبالتالي اول حاجة خلي بالك انا ازرع فانهمعات لازم اختار المعاد المناسب طبقا للمستجدات الحديثة اللي هي الحرارة مرتفعة بالتالي درجة حرارة التربة مرتفعة ابدأ ازرع في الوقت اللي انا هيقول عليه متخصصين المناخ ان انا اقول لك درجة حرارة في المنطقة دي ودرجة حرارة التربة كذا تسمح او لا تسمح واحنا عندنا برامج امكان من الفيل واثماشر بتتكلم في هذه النقطة بتقول يا جماعة مثلا انا محصول زي محصول القطن خلي بالك متزرعش القطن لما درجة حرارة بتاعت التربة تكون مناسبة للانبات متروعش ترمي بزرة قطن في التربة ودرجة حرارة مش مناسبة فبالتالي انت بتعمل اهدار على الدولة ان هي توفرلك بزرة وفي الآخر ما مش يحصل انبات او دورة الحياة بتاعت او المحصول نفسه انت جيتها تبقى منخفضة ولا انا عاوزك تزرع مبكر ولا تزرع عن المعاد اللي هو المحدد للزراع لان اتفاتت مع حضرك في اول الكلام قلت ربنا عامل حدود مصلة لكل نبات ما نفعش تخطاها ولا نزل عنها هو احنا اللي اي اللي بيحصل قبل ما نخش في المخاطر الناس حاسة اللي وين دول ليه في مشكلة في الزراعات وتأثير مناخ تأثير كبير جدا والناس حاسة دكتور اللي الموضوع بقى مرحوظ قوي دلوقتي في حاجة الناس غفلها احنا عندي الفرق كبير قوي بين درجة حرارة الليل والنهار احنا النهار ده دلوقتي درجة حرارة دافئة والناس ممكن في بعض الاشخاص بالليل سقيع ينبس نص كم وينزل في الشارع عادي اما درجة حرارة ثمانية وعشرين ثمانية تحت فالفرق الجاب كبير قوي بين العظمة والصغرى الفرق ده تأثيره على النهارة لذلك هنحسين النهارة حرارة برد والناس متأثرة فبالتالي النهارة نفسه هيتأثر لذلك احنا بيقول يا جماعة خلي بالك بقى الراجل اللي بيخدم وبيزرع في معاده وبيضيف كمية السماد المكررة وبيحرط حرط كويس أثناء الخدمة نعم زي بالطفل الطفل بالضبط اللي هو متأسس أو بيتغزى كويس مش أول هيتعرض لشوية برد هياخد برد ويعيا ونجري بيه على الطبيب فلما أنا بقول المعادة زرع ويأسسلي النبات بتاعي لما نيجي نزرع نعمل خدمة بتاعتنا كويسة جدا أما لنا أقدر الخدمة المقررة لكل محصول بالتالي المخاطر اللي احنا حاسين بها دي والناس اللي عاملة هيصة على وسائل التواصل الاجتماعي والحق أنا مش عاوز حضرك السبب اللي احنا عاوزين نعمل الحلقة دي على فكرة اللود اللي وقع على المزارع نتيجة الناس رش اعمل حط ضيف كتير أو المزارع آخر السنة مش هيخرج معها جنيه واحد من الزرع بتاعته فنهدى شوية آه الجو تغير آه الدرجة الحرارة انخفضت آه لو احنا بقى مشينا على الجدول بتاعنا اللي هو المعاد الزراع المناسب والخدمة المناسبة والري في الوقت المناسب والأرض بتاعتي يبقى الصرف بتاعها كويس والحاجات اللي أنا بقعد أقولها الرشدات دي الرشدة الطويلة اللي أنا بكتبها دي هوفر كتير قوي أن أنا عالج أنا مش عاوز أعالج أنا عاوز أخذ وقائي أتفادل المخطط أنا عاوز أخذ وقائي مش عاوز أخذش في مرحلة العلاج أبد مرحلة العلاج مكلفة طول ما أنا في مرحلة الوقاية الفلوس قليلة ففي آخر السنة المزارع هيلاقي فلوس في جيبه يصرف على بيته وعلى أولاده لكن النهاردة وفيه نقطة مهمة جدا مش كل ما درجة الحرارة تنخفض أو يحصل شوية زبزبة مناخية إيه لحق الدنيا تتخارب لا بالراحة خالص المتخصصين اللي عملوا أو طلعوا الأصناف دي كل صنف فيه جيناته الجينات دي بنقول بتقاوم الإجهاد الحراري والإجهاد البيئة كارتفاع فضاية الحرارة أو كنخفاض إحنا بس شوية الحاجات اللي عملنا بنحفز العملية شوية بنقل نبات إيه اللي ما يحصلش التأثير عليه اللود عليه تقيل قوي مثلا اللود اللي بقولك الفرق الكبير أو الجاب اللي بين طاية حرارة الليل والنهار مثلا في المنطقة زي هنا آه اعمل خدمة كويسة ازرع في معادك التأثير هيبقى محدود لما يكون فيه تأثير محدود أنا هبدأ أتدخل برشة وقائية أو برشة مغزيات بحيث أن أنا أقل الضرر على قد مقدر الأضرار اللي نددجة أو النشأة عن التغاطة مناخية بنتكلم على انخفاض في الانتاجية لمعظم المحاصيل إصابات مرضية وحشرية وأمراض ما كانتش عندنا كان بالنسبة للمزرعات بقت تظهر عندنا زي السنة اللي فاتت ما حصل الصدى الأصفر في الأمح وكان عامل مشكلة كبيرة عندنا من التوتا اللي هي الدود الحجد والحمد لله ما تحركش في المكان اللي دخلت ليه من ساعة ما دخلت مصر لسه موجودة ما تحركش بفضل الله عندنا الحشرة اللي كانت قابلها التوتا أبسوليوتا عندنا بقى أمراض بقى الفنوانزة طيور وفنوانزة خنازير ومش عارف إيه كل ده حصل نتيجة التغير في مناخ طيب نقص في الانتاجية لو أنت عاوز الوقت حضريرك احنا بنقول بكرة درجة الحرارة منخفضة جدا وفيه أمطار ومش عارف إيه حضريرك بتنزيل من البيت بتاخد معاكل الشمسية وبتلبس الجاكت إجراءات وقائية الواحد بيعملها طبعا بتكيف بتكيف مع الظروف فإحنا لازم نتكيف كزراعيين مع الظروف المهندس الزراعي أو المجارع أو الباحث ما قافش مكتوف الأيدي طب هو ده الجودة من عند ربنا طب أنا أعمل إيه لا أنت تعمل زي بالزبط لما أنت تعمل إيه بلبس وإحنا ليه عملنا البيوت ليه عملنا السقف مش كل ده نظم من نظم التكيف مع الطبيعة فأنا كزراعي ما قافش أبدأ أزرع أغير الصنف أزرع في الوقت المناسب أحمل محاصيل مع بعضها أرش رشات وقائية كل ده هيخليني في آخر السنة ما حسش باللود أو التأثير الكبير نتيجة التغير أو التزبزف في درجات الحرارة كدكتور أدى إيه يعني أبحاث الباحثين طبعا اللي بيقوموا في مركز بيخوز بكثير من الأبحاث حول استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تكون بتتماشى مع الأجواء المناخية المختلفة سواء كانت بتتحمل الحرارة أو بتتحمل السقيا أدى إيه ده ممكن يساعد فيه فكرة إن إحنا نضمن نجاح العملية الزراعية في ظل التغيرات المناخية اللي أصبحت موجودة حالك بتطرحي سؤال في غات الأهمية البحث العلمي مش واقف مكتوف الأيدي وإحنا كده برضو إن شاء الله يعني مصر لازم مش هننهض ألا بالبحث العلمي طبعا نعمل بحث العلمي كويس هننهض فبفضل الله مركز البحوث الزراعية لديه من الكفاءات كباحثين أو كأبحاث منشورة أو تحت النشر إن هو بفضل الله يخلينا نعيش متطمنين وإنهم ما نبقاش خايفين كده كمستقبل زراعي إحنا كهناخد مثال معهد بحوث المحاصيل الحقلية بيطلع لنا أصناف أمح بيطلع لنا أصناف رز بيطلع لنا أصناف فو البلدي بيطلع لنا أصناف أصناف كل الأصناف دي لو إحنا بصينا على الخريطة الزراعية من زمان كان مثلا محصول الأمح الفدان يدي يوم ما يقول أنا جبت انتاجية عالية 12 أردب 10 أردب 15 أردب دلوقتي وصلنا 22 أردب 24 أردب للفدان فجاه الكلام ده منين جاه من تطوير الأصناف وإن أنا استنبطت أصناف جديدة استنبطت أصناف تتحمل الإجهاد الحراري تتحمل الإجهاد الملحي تتحمل البرودة تتحمل السقيع كل ده البحث العلمي شغال وفي الخطة الجديدة اللي الوزراء عاملها إن احنا منطلع تقوي حتى استنبط أصناف الخضر اللي كنا بنستوردها بالعملة الصعبة وتعمل لود على الدولة فدلوقتي موجودة إن احنا بنطلع أصناف خضر اللي هي كانت بتعمل استنزاف لموارد الدولة كل دي شغل ناشئ عن البحث العلمي نواجه به طيبات مراخية هستاذ الحقيق وكل سيدة مشاهدين هنروح لفاصل قصير ونرجع مع حضرتكم مرة تانية أنتظرون رجعنا مع حضرتكم ومشاهدينا من جديد بنستكمل معاكم حوارنا ومعضفنا طبعا أستاذ دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس بحوث المعمل المركزي للمناخ الزراعي والحديث عن تأثير التغيرات المناخية على الزراعات دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن طبعا تأثير التغيرات المناخية ويمكن حتى كنت حابة أسأل حضرتك عن تأثير تحديدا الشبورة المائية والسقيعة دكتور دي من أكتر حاجات يمكن اللي بيتبقى مخوفة المزارع أو بيبقى خايف من فكرة أن يكون فيه سقيع والتعامل مع الموقف يكون زي لحماية الزراعات خصوصا الزراعات اللي لسه في بداية الزراع أو في بداية مرحلة النمو تمام الأول هناخد النقطة بتاعة الشبورة المائية الشبورة المائية دي طبعا بيجي وراها ارتفاع في نسبة الرطوبة الجوية في الجو لما يكون الرطوبة مرتفعة بيليها إصابات مرضية وحشرية لذلك احنا بنقول للمزارعين الليالي اللي فيها كسافة أو تكثف للمياه على سطح الأوراق لازم يليها رش وقائي الرش الوقائي ده عشان مثلا محصول زي البطاطس لو أنا الرطوبة النسبية زادت عن الحد عن 90% مثلا هيجيب لي ندوة متأخرة في البطاطس فبالتالي لازم ألحق نفسي قبل أكثر دورة الحياة بتاعة الفطر بدلا ما أخش في مرحلة العلاج وادفع فلوس كتير إن أنا عالج اللفحة أو الندوة زي من الفلاحين بيقولوا عليها أو المزارعين بيقولوا عليها لأن أكثر أنا ممكن أعمل تعفير بكابرة الزراعية أو رش رش الكابرة الميكروني بسيطة خالص هكثر دورة الحياة على المرض أو الفطر ده الليالي اللي أنا أقول لها أنا أتكلم عليها انخفاضرة حرارة وقد تصل لحد السقيع إحنا بنعالجش السقيع وقت تحدوشه بس إحنا بنعالج السقيع من بداية الزراع لو أنا ضايف كميات سميدان المقررة وحاطت الصبر فسفات في التربة بالكمية المقررة كل محصول الصبر ده هو أو كابرة الزراع بيدفي لي المحصول طول السنة يعني بيعد شغال معاه يدفي في تدفئة في التربة إحنا لما يكون عندنا انخفاض فترات الحرارة وسقيع بنقول للمزارعين إروي وقرب فترات الري عشان حركة المية في التربة هي وإيه اللي بيحصل كسقيع؟ إننا عندي بيحصل تجمد في خلال نبات ده هو حركة الخفاض جمد فهيحصل تجمد لكن طول ما فيه حركة مية موجودة تحت الجزر النبات مش هيحصل له استرس أو إجهاد وبالتالي هيقدر دورة حياته تستمر لأنه يمتص مياه وعناصر غزائية من التربة على طول فبالتالي مش هيحصل ضرر للنبات نتيجة استقيع يبقى أنا هزرع في معادي هضيف الكمية السمادة المقررة هضيف الصور في صفات بتاعي أروي فترات بتاعتي أقرب أروي في المعادي المقرر كمان أروي في أقرب فترات الري طيب إحنا عندنا برضو الحاجات اللي إحنا بنعملها إن إحنا بنكسف بعض الزراعات بنعمل بنحمل المحاصيل على بعضها بحيث يقلل للضرر بنقول لك يا أيها المزرع الحبيبي اللي إنت بتروح تعمل أي مزرعة تنشئ مزرعة لازم من ضمن الحاجات اللي بعملها إن أنا بأزرع السياج أو بأعمل صور حوالي المزرعة عشان شكلنا خلنخلص باقي إحنا إحنا إنت خطنا وقتنا كمان أنا رحية سعيدة جدا مجوعة كالنهارده وأفدتنا بمعلومات كتيرة قائمة ولتمنى إن شاء الله يكون لنا حلقات قادمة بإذن الله نستكمل مع حضرتك هذا الموضوع الحام لأن فعلا تغيرات المناخية أصبحت من المخاطر التي تواجهها الزراعات وليس فقط في مصر ولكن في عديد من الدول بشكر حيك جزيلا الفندم على جوتك معينا أستاذ دكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس بحوث المعمل المركزي للمناخ الزراعي وشاهدينا أبا تمنى تكون حلقتنا النهاردة لتإعجاب حضراتكم وغدا إن شاء الله يتجدد لقائكم وحلقة جديدة وساعة صبحية شكرا لكم على اللقاء شكرا لكم شكرا لكم